السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القريب المجيب له الحمد كله وصلى الله على نبيه ما سبح كل شيء وظله وأشهد أن لا إله إلا الله نعم المجيب لمن ناداه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ومصطفاه الصلاة والسلام عليه ما رفع داع يديه وما بل خاشع خديه وما ختم دعاءه بالصلاة والسلام عليه فتحنن الودود ولباه وكفاه همه وأعطاه مناه وأجاب سؤله وزاد عليه أما بعد فكل عام أنتم بخير وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى أسرار الدعاء والدعاء هو حكاية القلب مع الله عز وجل الدعاء هو علاقة المؤمن بالله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك إننا نلخص كل ما بيننا وبين الله في رفع أيدينا إليه من ذا الذي رفع يديه إلى الكريم الحليم فردهما صفرا خائوتين كريم ووجهه كريم رحيم وقدره رحيم قريب وسمعه قريب وفرجه قريب وهو القريب عز وجل وهذا هو البرنامج العاشر البرنامج الرمضاني العاشر الذي ألتقي فيه بحضرتكم على شاشة الرحمة المباركة التقينا منذ عشرة أعوام مع برنامج أسرار الصلاة عام 2015 1436 شرحنا كتاب أسرار الصلاة لابن القيم وفي العام الذي بعده أسرار الصلاة اثنين مع كتاب الخشوع لابن راجب الحنبلي على رحمة الله وفي العام الثالث كان برنامج كلنا دعاء والعام الذي بعده برنامج الدعوة في كل مكان ثم التقينا مع برنامج العظيم يتكلم ثم مع برنامج اقتربت الساعة وفي عام 2021 مع برنامج أبيض كالصفة والعام الذي بعده التقينا مع برنامج وصف الجنة والنار وشرحنا كتابين كتاب ابن القيم حاذي الأرواح وكتاب ابن راجب الحنبلي الخوف من النار ثم في العام قبل الماضي التقينا مع ثم في العام الماضي التقينا مع برنامج أسماء الله الحسنى عام 2023 وهذا العام نلتقي مع برنامج أسرار الدعاء وهي تكملة للعقد الذي عشنا فيه مع أسرار الصلاة وأسرار الحج وأسرار الصيام على هذه الشاشة العظيمة أسرار الدعاء وقال ربكم دعوني الدعاء هو العبادة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى سلاس إما أن تعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله إذا نكسر قال الله أكسر الدعاء الذي شروطه وأسباب قبوله الإخلاص لله وأن يبدأ ويختم بحمد الله والسناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة وأن يجزم المرء في الدعاء وأن يكون متيقنا في الإجابة وأن يلح في الدعاء وأن لا يستعجل وأن يحضر قلبه في الدعاء وأن يدعو في الرخاء والشدة وأن لا يسأل إلا الله وحده وأن لا يدعو على أحد من أهله أو ماله أو ولده أو نفسه وأن يخفض صوته بالدعاء بين المخافتة والجهر وأن يعترف بذنبه وأن يستغفر منه وأن يعترف بالنعمة وأن يشكر الله عليها وأن لا يتكلف السجع في الدعاء وأن يتضرع ويخشع ويرغب ويرهب وأن يرد المظالم ويتوب وأن يدعو الله سلاسا في الدعاء وأن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه في الدعاء وأن يتوضأ قبل الدعاء إن تيسر له وأن لا يعتدي في الدعاء وأن يبدأ بنفسه إذا دعا لغيره وأن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بعمل صالح قام به أو بدعاء رجل صالح حي حاضر أن يكون مطعمه ومشربه وملبسه من الحلال وأن لا يدعو بإثم ولا قطعة رحم وأن يأمر بالمعروف وينهع ولا يترك النهي عن المنكر وأن يبتعد عن المعاصي ما أمكنه الدعاء الذي من مواطن قبوله وأحواله ليلة القدر وجوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات وبين الأزان والإقامة وساعة في الليل في السحر وعند النداء إلى الصلوات المكتوبة وعند نزول الغيس وعند نزول الغيس والمطر وعند الزحف الصفوف في سبيل الله وساعة من يوم الجمعة وأرجح الأقوال أنها قبل المغرب وعند شرب ماء زمزم اللهم ارزقنا الحج والعمرة وفي السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وعند الاستيقاظ من النوم ليلا وإذا نام على طهار ثم استيقظ من الليل ودعا وعند قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعند دفن الميت والدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشاهد الأخير وعند دعاء الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجب وإذا سئل به أعطى والدعاء لأخيك بظهر الغيب ودعاء يوم عرفة اللهم ارزقنا الحج المبرور والدعاء في رمضان والدعاء قبل الإفطار والدعاء عند اجتماع المسلمين على مجالس الذكر والدعاء عند المصيبة بإن لله وإن لي رجعنا ضمجن المصيبة يخلفني غيرا منها والدعاء حالة إقبال القلب على الله واشتداد الإخلاص ودعوة المظلوم على من ظلمه ودعوة الوالد لولده أو على ولده ودعاء المسافر ودعاء الصائم حين يفتر ودعاء الصائم حتى يفتر ودعوة المضطر ودعوة الإمام العادل ودعاء الولد البار بولديه ودعاء المتوضع حين ينتهي من الوضوء ودعاء بعد رمية الجمرة الصغرى والوسطى ودعاء داخل الكعبة وفي الحجر ودعاء على الصفة وعلى المروة وعند المشعر الحرام ودعاء على كل حال يا عباد الله إن الدعاء هو الاتصال بالله إنني ذكرت لكم الآن كل ما تيسر جمعه من فضائل الدعاء ومن مواطن القبول وأحوال القبول ومن موانع القبول والاعتداء في الدعاء فماذا سيبقى لنا في بقية الحلقات؟ سنعيش سندعو سندعو بكل أدعية القرآن وكل أدعية ما صح في السنة وأدعية السلف الصالح سنفهمه ونكتشف أسراره سنفهم ما بيننا وبين ربنا إنكم أقل ما تحتاجونه في هذا البرنامج هو فضائل الدعاء أنتم تعرفون كل ذلك إنها حالة نعيشها في احتياجنا إلى الله عز وجل كل الناس يقولون يا رب كل الناس يلجأون لله صباح مساء لكن هذا البرنامج سيكون عن الأسرار عن اكتشاف الأسرار وفهم الأسرار وأول ما فهمناه الآن أنه سر التوحيد من لم يسأل الله يغضب عليه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله أنه حقيقة العبودية الدعاء هو العبادة وذلكم سر من أسرار الدعاء فاحمدوا الله الذي أجلاه لكم والزموه وصلوا وسلموا على نبيكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأدعوني